لم يترددن في استحاب أطفالهن إلى أقرب مركز صحي من أجل نقطتين في الفم تقيهم أكثر الأمراض خطورة نحو مليون طفل استهدفتهم الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم واحد وحتى خمس سنوات وبغض النظر عن الجنسية الأردنيين مسهدفين من يوم إلى خمس سنوات والأطفال الموجودين عندنا للسوريين أو كان إحدى الجنسيات الأخرى نفس الشيء نستقبله والمطعوم مجانا طبعا إقبال السوريين كان إقبال كويس مثل ما حكيت كانوا ألفين واليوم طعم حوالي مئة وعشرة سوري في هذا المركز الجولة الثانية من الحملة تأتي بالتزامن مع حملات تطعيم في المنطقة خصوصا الدول المجاورة لسوريا لأسيما بعد تسجيل إصابات بشلل الأطفال هناك السوريون اللاجئون التزم معظمهم بالحملة وحضروا للتلقيح من شأن اللقاح درينا في حملة جبنا للأطفال من شأن نلقحهم طب فيها أصعب من الشلل يعني تصعب الأطفال الواحي أنه لحق الأطفال قبل ما يصير معهم شيء لا سمح الله نحن حبينا اليوم أن نجي حالنا يعني كمان أكثر من 72 ألف طفل سوري تلقوا التطعيم في المدن والمحافظات والمخيمات ففي الزعتري وحده تلقى نحو 16 ألف طفل اللقاح فيما تابعت الحملة أولئك الذين يسكنون تجمعات عشوائية بين المناطق السكانية في المدن انتهاء الحملة لا يعني وقف التطعيم خصوصا للسوريين القادمين عبر الحدود فالسلطات المعنية تعطي اللقاحات للاجئين الجدد تحسبا لانتقال أي أمراض إلى المملكة في الأردن لم تسجل أي حالة شلل أطفال منذ أكثر من 20 عاما ومازال يحافظ على سجله نظيفا من هذا المرض لكن القلق يعود مجددا خصوصا بعد ظهوره في سوريا واحتمالية انتقاله مع اللاجئين غسان أبو الوزة العربية عمان